تعتبر الرماية من العناصر الهامة لرجل الأمن وحرصا من اتحاد الشرطة الرياضي بأن يكون رجل الأمن على أهوبة الاستعداد نظم اتحاد الشرطة الرياضي بطولة للاتحادات العسكرية للرماية فلنتابع هذا التقرير طبعا الهدف من هذه الوطولة تبادل الخبرات بين أبنائنا وأخواننا العسكريين في هذه القطاعات الثلاثة وكذلك تحسين المستوى وتحسين الأداء ورفع أداءهم والمنافسة طبعا الشريفة بينهم وبين بعض خاصة بأن في البطولات الكل يتحفز والكل يسعى إلى أن يكون في هناك طبعا الأفضل ويسعى إلى التدريب الأفضل ويعني فيها منافسة دائما بين هذه القطاعات وتساعد على أنك طبعا تطور ربعك وتعرف شنو النقاط أو شنو الخلافات اللي ممكن تأثر على ربعك وبالتالي تبدأ تطورهم في البطولات القادمة من منطلق المحافظة على اللياقة البدنية وعلى استمرارية ممارسة الرجل العسكرية لاستخدام السلاح بشكل مستمر ودائم وهو من المهام الرئيسة المناطة برجل الأمن وتفعيلا لدوره الرئيسي الذي أنشئ من أجله الاتحاد نظم اتحاد الشرطة الرياضية بطولة الاتحادات الرياضية العسكرية للرماية بالله الحمد هذه البطولة تعتبر من البطولات اللي دائما قاعد تسير في شكل دوري اللي تنظمها وزارة داخلية وطبعا في بطولات أخرى من قبل حرص الوطني وخوانا في الدفاع دائما هذه المشاركات تكون مشاركة شبه دورية يعني خاصة أنت تعارف أن رجل الشرطة أو الرجل العسكري يحتاج عملية السلاح وتدريب السلاح وتطوير مهاراته في السلاح ما شر فيه أكثر من سلاح يعني وعدد كبير مشاركين في هذه البطولة اللي يحرصون على المشاركة فيها طبعا يمكن نحن كالبطولة هذه أو البطولات اللي ما نعتمد على السلاح واحد يعني على عدة أسلحة وعدة مثلا الفرد الرشاش يتم عدة أسلحة يتم التعامل وياها وهذا الهدف يعني الأمانة قاعد نشوف تطوير يعني خاصة رياضة أو الرماية لا بد أن تكون بشكل دوري يعني ما تكون بشكل منقطع البطولة اختصرت على مشاركة خمسة عشر عسكريا مثلوا كل من الاتحادات الرياضية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية وزارة الدفاع والحرص الوطني يالله اعطيهم العافية وزارة الداخلية لحزو التنظيم واتح لنا المشاركة واستفادة من الخبرات احنا اهم شيء نسعى له تطوير اللعبة تطوير الاستعداد العسكري الحمد لله يعني مشاركة جدا طيبة والاحتكاك هذا يزيد من مستوى الجاهزية العسكرية هذه البطولات اللي قاعد نحتك فيها هذه تطور من الروح العسكرية وتطور من العسكرية في مجالات عدة بين علاقات واحتكاكات ورمايات وتطوير في العمل والأداء طيب نعوين على البطولة الحرس ولا؟ والله ان شاء الله حنا دوم نطمح للأول والأول يستاهل ان شاء الله البطولة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام شملت على ثلاث مسابقات متنوعة وهي الرماية التكتيكية والبندقية بثلاثة أوضاع والمسدس الثابت في فئتي الفرد والفراق احمد العنزي لقناة اي تيفي العالم